السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بدراسة تغيرات الدالة عن طريق دراس إشارة المشتقة ونقدرنا فيديو سابق عن طريقة دراسة تغيير الدالة بيعني أن ينسوا فتجدون ذلك على قناتنا على يوتيوب قناة مرشد الروح أول شيء سوف نقوم بمراجعة خفيفة للمشتقة لديها لما تكون لديها فلي اكس تساوي عدد فالمشتقة التحاملة تساوي تساوي السفر ولما تكون لديها مثلا دالة خطية فلي اكس تساوي اثنين اكس فالمشتقة التحاملة كل ما علينا فعله هو نقلع ال اكس ونخلوه الاثنان تساوي اثنان لو كنت جد كين اكس واحدها هل تساوي السفر؟ لا لأن ال اكسرها مضرب في الواحد ولكن الواحد احنا ما نكتبهش لذلك تساوي المشتقة التحاملة الواحد لما تكون لديها اكس تساوي اكس تربيع مشتقة التحاملة تساوي لدينا في هذه الحالة اف قوة ان مشتقة التحاملة تساوي تساوي نكتبه الان هو الاول نضربه في المشتقة على الاف وحدها بدون القوة بدون الان نضربها فاش فالدالة قوة اي نقص واحد فمثلا هنا ال اكس راي يمثل الاف والاثنين راي يمثل الان فلنبك نكتبه هنا اكس تربيع ماذا تساوي المشتقة التحاملة تساوي اثنين اللي كتبوها هي الاولى هنا في مشتقة ال اكس اللي هو الواحد في ال اكس قوة اثنين نقص واحد واتساوي ماذا اثنين في الواحد تساوي اثنين في اكس قوة اثنين نقص واحد تساوي قوة واحد قوة الواحد نجمو نستغنى معنا في المرضى السبعة لدينا السبعة لدينا قوة اثنين اكس مثلا هناك تكون لديها اكس قوة اربعة مشتقة تحاملة تساوي نكتبوها اربعة هي الاولى بعد مشتقة ال اكس اللي هي الواحد ومبعد قوة اكس ومبعد اكس قوة اربعة نقص واحد واتساوي ماذا اربعة في الواحد تساوي اربعة مضربة في الاكس قوة اربعة نقص واحد ما تساوي قوة ثلاثة لما تكون لديها اكس بانسيال اكس مشتقة تحيير اكس بانسيال اكس فمثلا لو تكون عندي اكس بانسيال قوة اف وعادي مشتقة تحاملة تساوي تساوي نديرو مشتقة الاف هذي نضربوها في الاكس بانسيال قوة اف مثلا اكس بانسيال اكس قوة ثلاثة ماذا تساوي تساوي مشتقة هذي مشتقة اكس قوة ثلاثة تساوي نكتبو ثلاثة في الاكس قوة ثلاثة نقص واحد هي اتنين في الاكس بانسيال اكس قوة ثلاثة اما مشتقة اللغاريتم اكس فهي واحد على اكس كيف ذلك هذه المالة تكون لديها اللغاريتم اف هنا ماذا تصبح تصبح المشتقة تحها تصبح المشتقة تحها ماذا تساوي تساوي مشتقة الاف مشتقة ما بيدخل اللغاريتم على ما بيدخل اللغاريتم فهنا مشتقة ما بيدخل اللغاريتم هو الواحد كتبنا الواحد على ما بيدخل اللغاريتم اللي هو الاكس تصبح واحد على اكس اما لما تكون لديها دلتين دل في دل فالمشتقة تحها ماذا تساوي مشتقة تحها تساوي مشتقة الاول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الاول ولما تكون لديها مشتقة دل على دل تصبح لدينا تسوي مشتقة الاول في الثاني ناقص هنا مشتقة الثاني في الاول على اللي جاء في المقام تربيع ولدينا مشتقة الدواء الكوز والسينيس كتكون عندي سينيس اكس مشتقة تحا في هذا الاتجاه هي القوز رحو في هذا الاتجاه اتجاه عقاري بساعة ومشتقة الكوز هي اشتهي هي ناقص سينيس مشتقة ناقص سينيس رحو في الاتجاه كذلك هي ناقص كوز ناقص كوز مشتقة تحايا سينيس وهكذا دواء عليك ولما تكون عندي سينيس اكس والتربيع يكون عندي هنا هذه نفسها سينيس اكس لكل تربيع ولكن نبغو نشتقها كنديرو نطبق عليها القاعدة نطبق عليها القاعدة تاع اف قوة ان مشتقة تح اللي قنا بلي تسوي مشتقة تح تسوي ان ونضربوها في الاف مشتقة الاف ونضربوها في الاف قوة ان ناقص واحد يعني مشتقة سينيس مربع مشتقة تحي اشتهي هي نكتبو تنين هذي القوة نحطوها هي اللولة وبعد مشتقة سينيس اللي هي قوس اكس ونضربوها في السينيس قوة ني ناقص واحد في سينيس اكس قوة نين ناقص واحد سينيس قوة ني ناقص واحد هي سينيس قوة واحد وسينيس قوة واحد وسينيس اكس لان الواحد في الاس لا يؤثر بعدما قمنا بمراجعة المشتقة سوف نطرق الى دراسة تغيارة هذه الدوال لدينا مشتقة افلي اكس مشتقة تحيم هذا تساوي تساوي اثنان يعني مشتقة اثنان اكس تساوي اثنان مشتقة ثلاثة تذهب الى الصفر بما ان مشتقة افلي اكس تساوي اثنان فهذا يعني بان الدالة متزايدة لماذا لان المشتقة اكبر تماما من الصفر فلو نرس موجود والتغيرات لدينا دالة اف معرفة على من ناقص ما لا نهاية الى زائد ما لا نهاية والمشتقة كفهية موجبة تماما على مجموعة التعريف فتكون دالة متزايدة تماما مثلا لو كانت لدينا هنا ناقص لو كانت لدينا هنا ناقص لو كان لدينا هنا كذلك الناقص ولا اصبحت المشتقة سالبة اصغر من الصفر فلما تكون المشتقة سالبة تكون دالة كيف هي؟ تكون دالة متناقصة ونرسمها كذا لدينا Fdx تسوي اربعة ومشتقة حتى السفر هذا يعني بانها دالة ثابتة بالمناسبة لما نحسب المشتقة ونصبها عند نقطة معينة في دالة ما نصبها تسوي السفر فهذا يعني اما ان الدالة لديها في تلك النقطة قيمة حدية صغرى او كبرى او انها نقطة انعطاف وكيف اعرف ذلك؟ نفترض مثلا لدي دالة هنا الـ X هنا F فتحة لـ X هنا الـ F لـ X نفترض بلدي دالة نفترض انه مشتقة دالة هنا راهي سالبة عند هذه النقطة ونعتبر ان الذين هنا ألفا وقولوا انها انعظمت هنا وهنا ناقص فكيف تكون دالة؟ تكون دالة هنا متزايدة وهنا متناقصة فنقول بان هذه نقطة قيمة حدية عظمى او قيمة حدية كبرى يعني تكون دالة جايب هذا الشكل هنا تكون المشتقة لماذا؟ لأن المشتقة هي الميل او المماس عند هذه النقطة ويكون ميله كم؟ يكون ميله سفر الميل هو الـ A يعني في الدالة ألفية مثلا معادلة المشتقيم AX سيد إجرال هذا هو الميل وهو يمثل المشتقة أما إذا انعدمت ولم تغير إشارتها فنقول بأن هذه النقطة هي نقطة انعطاف فتكون دالة متزايدة وهنا كذلك متزايدة وهنا نقطة انعطاف ويكون شكل الدالة عند تلك النقطة بهذا الشكل ويكون المميس هنا فتكون قد انعدمت الدالة ولكنها عفوا فتكون مشتقة قد انعدمت ولكن دالة لم تغير إشارتها فهنا مدى زائدة وهنا مدى زائدة لما تكون لدي الدلة x مربع المشتقة تساوي 2x الآن سوف ندرس إشارتها نكتب 2x تساوي السفر يعني x ماذا تساوي السفر على 2 يعني x تساوي السفر هذا يعني أن هذه الدلة عدم عند x تساوي السفر ونبعنا مشتقة هذه الدلة عدم لما x يساوي السفر هكذا فكيف نعرف أين تكون موجب وإين تكون سالبة سوف نرى إلى إشارة العدل المضرب في x نجعل نفس الإشارة هنا هنا إشارة الاثنان هي موجب يعني زائد وهنا نضع عكسها لي النقص فهنا تكون دلة متناقصة ومن هنا تكون دلة متزايدة ولو نرى هذا في البيان فإن الدلة مربع تكون صحيح بهذا الشكل فمن هنا تكون متناقصة وعند الصفر تنى عدم ثم تبدأ تتزايد لما تكون هذه الفل x تساوي x3 فنضع مشتقة قوة هنا مشتقة 3x هي 3 نكتب هنا 3 ثم نكتب x3 ماذا لدينا؟ لدينا x بونسيال x أو 3x أو ناقص x دائما x بونسيال أكبر تماما من الصفر لأنها منحة أن الدلة x بونسيال يأتي بهذا الشكل فهي موجبة تماما حتى ولو كانت قيمة في الناقص حتى ولو كانت قيمة يعني لو تلاحظون هنا حتى قيمة سالبة ناقص واحد ناقص اثنان ولكن لو نسقطها نجد قيمة x بونسيال موجبة هنا موجبة هنا لدينا لوحد بالاثنان يعني بمعنى x بونسيال 3x موجبة تماما وال3 موجبة تماما هذا يعني بأن هذه الدلة متزايدة تماما ونرسم هكذا فالمشتقة موجبة تماما والدلة متزايدة تماما أداء ذي نأفه المشتقة التى الحم تسوي المشتقة الأول في الثاني زائد المشتقة تاني في الاول المشتقة الأول ليه هو يسوي اثنان اثنان اكس ناقص ثلاثة مشتقة تحق نسوي اثنان نضربها في الثاني اللي هو اكسبونسيال اكس نديرو زائد مشتقة تاني اللي هو اكسبونسيال اكس كذلك نضربوها في الثاني نسوي اثنين اكس ناقص ثلاثة لان مشتقة اكسبونسيال هو نفسه نقوم بالنشرة سبح لدينا اثناني اكسبونسيال اكس زائد اثناني اكس اكسبونسيال اكس ناقص ثلاثة اكسبونسيال اكس لماذا نستخرج اكس فون سيال اكس كعمل مشترك نقاش ش rê sci ξ هنا تجب قادعين اثنان هنا تكون قادعين اثنان اكس هنا تكون قادعين ناقص ثلاثة اثنان ê ناقص ثلاثة ماذا تساوي اثناني ناقص ثلاثة تساوي ناقص واحد ثم هنا لدينا ناقص واحد وتذهب هذه الاثنين من هنا فماذا تصبح تصبح تساوي 2x ناقص 1 في x بونسيال x لدينا x بونسيال x موجبة تماما فتصبح لدينا إشارة هذه القيمة من إشارة 2x ناقص 1 نحشب 2x ناقص 1 تساوي السفرة يعني x ماذا يساوي ساوي 1 على 2 كيف ذلك كل ما فعلناه هو أننا حولنا الواحد هذا الطرف أصبحت 2x تساوي 1 لما نحوله يتحوله وليبقي من موجبة يعني x ماذا يساوي ساوي 1 على 2 يعني هذه الدلة تنعدم عندها x ساوي 1 على 2 هذه الدلة لم أعرفها من النقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية قلنا أنها تنعدم عندما x ساوي 1 على 2 فمن هنا نأخذ نفس إشارة x اللي هو زائد ومن هنا العكس اللي هي ناقص فتكون الدلة هذه من هنا متناقصة ومن هنا متزايدة الذي أفلي x تساوي 2x ناقص 1 زائد لوقا ريتم x على x أفتح ل x ماذا تساوي لم يكن عندي كسرة تكون عندي المشتقة تساوي مشتقة البسط في المقام ناقص المشتقة المقام في البسط على المقام وربعة نكتب مقام وربعة هو الأول هنا بعد نكتب مشتقة البسط مشتقة البسط ماذا يساوي يساوي هنا 2x مشتقة تحية 2 لو 1 تروح بالسفرة مشتقة لوقا ريتم هو زائد 1 على x نضربوها في المقام ناقص مشتقة المقام اللي هو الواحد مضرب فاش مضرب فالبسط اللي هو 2x ناقص 1 زائد لوقا ريتم x فنقوم بتبسيطة ردية تصبح ماذا تصبح لدينا هنا x في الاثنينة تصبح ردية اثنينة يعني x x في الواحدة على x تصبح تساوي زائد x على x x على x تساوي الواحد هنا لدينا ناقص الواحدة تؤثر تصبح لدينا ناقص 2x الناقص في الناقص زائد لزائد ولي زائد واحد الناقص في الوقا ريتم تصبح لدينا ناقص لوقا ريتم x على x مربح الآن نقوم بتبسيط 2x تروح معنا ناقص 2x والواحد زائد واحد تساوي 2 ناقص لوقا ريتم x على x تربيع اذا نوجد المشتقة تساوي 2 ناقص لوقا ريتم x على x تربيع الآن نحوص لإشارة هذه النتيجة لدينا x تربيع هو قيمة موجبة تماما هذا يعني أن إشارة هذه القيمة هي من إشارة البسط البسط ماذا لدينا لدينا 2 ناقص لوقا ريتم x نجعلها تساوي السفر الآن نحولو الضرف ديني تصبح اثناني ماذا تساوي تساوي لوقا ريتم x ندخلو ال��ارات عن الطرف هنا الاكسام بالمنشب تساوي هادي. خلوها الى هنا اياه. فماذا تصبح? تصبح اكسبونسيال اثنين. ماذا تساوي? اكسبونسيال مع لغاريت ما تروح. فتبه تساوي الاكس. لان الدي لما تكون عندي اكسبونسيال. لغاريت ما تكون تساوي الا. يعني هذه القيمة تنعذي من المال اكسبونسيال. يعني هذه القيمة تنعذي من المال اكس. كوني ساوي اكسبونسيال اثنين. الان نرسم جدوى التغيرات. انا لدي اهنا اكس. انا لدي اف فتحة ل اكس. انا لدي اف ل اكس. مجموعة تعريف ما هي? مجموعة تعريف تعالقها الرتمية من السفر الى زائد ما لا نهاية. مع السفر ما يجيش في المقام. يعني في كتل الحالتين عدي السفر قيمة غير معرفة عندها. نجعل هكذا. هنا السفر هنا زائد ما لا نهاية. قلنا ان المشتقة نعدم عند الاكسبونسيال اثنين. قلنا ان المشتقة نعدم عند الاكسبونسيال اثنين. اين نجعل اشارة موجبة و اين نجعل السالب. انا نذهب الى هذه اللغاريتم. اشارة الاكس يعني اللي في بطن اللغاريتم موجبة. و اشارة اللغاريتم في الخارج سالبة. الموجب في السالب يعطيني سالب. السالب. يعني هذه الاشارة اللي سيبها نكتبها لنا اللي هي السالب و ندروا عكسها. يعني هذه السالب موجبة منها. اضربنا اشارة الاكس في اشارة لغاريتم ملي برة. نكتبها لنا ولهن ندروا عكسها. يعني هنا الذي هذه الدلة هنا متزايدة. ومن هنا الذي الدلة متناقصة.